السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشأة الرياضية صعدة منتخب والناشئين للدور قبل النهائية من مسابقة الكرة الطائرة ضمن دورة سمو الشيخ ناصر بن حمد الرمضانية الأولى للألعاب الرياضية ناصر ثمانية وذلك بعد فوزه على فريق داركليب بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين يتصدر بذلك المجموعة الأولى بخمس نقاط الأمر الذي ضمن له التأهل متصدرا لهذه المجموعة في المباراة الثانية حقق فريق النجمة فوزا مهما على حساب فريق النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وذلك في المباراة التي جمعت بين فريقين ضمن منافسة المجموعة الثانية على صالة الاتحاد البحرين للكرة الطائرة وشهدت المباراة مستوى متميز ورفيع من قبل الفريقين ولكن الأفضلية كانت لفريق النجمة الذي أنهى اللقاء لصالحه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر